الآن نشوف مع بعض حل تمرين ومسائل المتعلقة بدرس جمع الحدود الجبرية وطرحها السؤال الأول بيحكي لي املأ الجدول الآتي الآن العمود الأول بيحتوي حدود جبرية والعمود الثاني بيسألني هل هي متشابهة مع ذكر السبب الآن الحدود الجبرية تكون متشابهة سبقوا حكينا لما تكون إلها في الحدود الجبرية نفس المتغيرات بنفس الدرجات أي نفس القسم الرمزي جميع الحدود لازم يكون إلها نفس القسم الرمزي بالفرع الأول اللي محلول عندي في عنا خدود جبرية سالب 2 سين 8 سين لحظوا القسم الرمزي للحد الأول سين والقسم الرمزي للحد الثاني أيضا سين إذن هدول الحدين بيحتووا نفس القسم الرمزي إذن هي متشابهة والسبب لأن لهما نفس القسم الرمزي واللي هو سين الآن بالفرع الثاني في عنا الحدود الجبرية صاد 2 سين و3 سين ثلاث حدود جبرية الحد الأول قسم الرمزي صاد والحد الثاني قسم الرمزي سين والحد الثالث قسم الرمزي سين الآن نلاحظ أنه في عنا قسم رمزي مختلف عن الحدين هدول اللي هو صاد إذن هل هي حدود متشابهة؟ أكيد لا ليش؟ لأنه جميعها لا تحوي نفس القسم الرمزي إذن لأنها لا تحوي جميعها نفس القسم الرمزي الفرع اللي بعده معطيني حدين جبريات الحد الأول عين لام والثاني ستة عين لام القسم الرمزي هنا عين لام وبالحد الثاني أيضا عين لام لاحظوا إحنا ما منهتم لقيمة المعامل بس نطلع على القسم الرمزي القسم الرمزي في الحدين نفسه نفس المتغيرات عين ولام وبنفس الدرجات إذن هل هي متشابهة؟ نعم لماذا؟ لأنه نفس القسم الرمزي واللي هو عين لام الآن سين صاد تربيع وصاد تربيع حدين جبريات القسم الرمزي سين صاد تربيع والقسم الرمزي في الثاني صاد تربيع سين الآن هنا المتغير سين أيضا في الحد الجبري الثاني المتغير سين والمتغير صاد تربيع لحظوا من الدرجة التانية أيضا في الحد الجبري الثاني من الدرجة الثانية إذن نفس المتغيرات بنفس الدرجات إذن هما حدين جبريات متشابهان لماذا؟ لأنه لهم نفس القسم الرمزي وسبقوا حكينا هاي الفكرة لأنه أصلا إحنا ذكرنا أنه السين صاد تربيع هي نفسها صاد تربيع سين لأنه الضرب عملية تبديلية إذن نعم عفوا نعم لسبب نفس القسم الرمزي واللي هو سين صاد تربيع أو صاد تربيع سين لأنه ما بفرق لأنه الضرب عملية تبديلية الآن الفرع الأخير لام تكعيب واو إذن القسم الرمزي لام تكعيب واو الحد الجبري الثاني لام تربيع واو لحظوا نفس المتغيرات لكن هون اللام من الدرجة الثالثة يعني أستلات لكن هون اللام والستنين إذن الدرجة تختلف إذن ليست متشابهة أي نعم نفس المتغيرات لكن مش بنفس الدرجات إذن لا والسبب لأنها لا تحوي جميعها نفس القسم الرمزي وهيك بنكون أنهينا حل السؤال الأول الآن بالسؤال الثاني بقول لي جد ناتج كل مما يأتي جميع الأفرع الموجودة عندنا في السؤال الثاني طالب مني أوجد ناتج جمع أو طرح حدود جبرية إحنا حكينا خطوات إيجاد ناتج جمع أو طرح حدود جبرية أول شيء أنه نجمع أو نطرح قيمة المعامل للحدود الجبرية فقط المتشابهة نركز على كلمة الحدود المتشابهة فقط الآن بعد ما نجمع قيمة المعامل لكل حد جبري بيشبه الثاني بنحط نفس القسم الرمزي مثل ما هو نشوف فرع ألف أربع سين صاد زائد تمانية سين صاد القسم الرمزي في كلاهما سين صاد سين صاد إذن حدود جبرية متشابهة تمام بقدر أجمعها بجمع قيمة المعامل إيش المعامل هون عندنا؟ أربعة والمعامل في الحد الثاني تمانية بجمع أربعة زائد تمانية وبنضع القسم الرمزي كما هو أربعة زائد تمانية إشارات منتشابهة بنجمع بشكل طبيعي إطناش سين صاد وها هي الإجابة النهائية بفرع با سالب تسعة لام تربيع واو زائد لام تربيع واو الآن القسم الرمزي لام تربيع واو لام تربيع واو إذن ناتجي رح يكون قسم الرمزي لام تربيع واو بقدر أجمعهم لأنهم نفس القسم الرمزي المعامل هون عندنا سالب تسعة وهون بما إنه ما في معامل إحنا حكينا بكون واحد إذن سالب تسعة زائد واحد وبنحط القسم الرمزي نفس ما هو سالب تسعة زائد واحد الإشارات مختلفة نطرح ونضع إشارة العدد الأكبر نطرح تسعة ناقص واحد تمانية والعدد الكبير اللي هو تسعة وإشارته سالبة إذن الناتج رح يكون بالسالب سالب تمانية لام تربيع واو وطبعا نقدر إحنا بشكل ذهني نجمع على طول سالب تسعة واحد سالب تمانية ونحط القسم الرمزي مثل ما هو يعني من غير هاي الخطوة بشكل سريع الآن نشوف فرع جيم بقولنا سالب خمسة سين عين ناقص أربعة سين عين القسم الرمزي سين عين والقسم الرمزي هون أيضا سين عين إذن حدود جبرية متشابعة بقدر أجمعها وناتج رح يكون قسمه الرمزي سين عين سالب المعامل هون سالب خمسة والمعامل هون سالب أربعة والقسم الرمزي سين عين ما ننسى نحط القسم الرمزي دائما نفسه كما هو سالب خمسة وسالب أربعة لإشارات متشابهة نجمع ونضع إشارة العددين اللي هي سالبة خمسة زائد أربعة تسعة ونحط القسم الرمزي الآن نشوف مع بعض الفرع اللي بعده عشرة سين قس أربعة صاد لام ناقص أربعة سين قس أربعة صاد لام القسم الرمزي في الحد الجبري الأول سين قس أربعة صاد لام وبالحد الجبري في الحد عفواً القسم الرمزي في الحد الجبري الثاني أيضاً سين قس أربعة صاد لام بقدر أجمعهم لأنهم نفس القسم الرمزي بنجمع المعاملات المعامل للحد الجبري الأول عشرة والمعامل للحد الجبري الثاني اللي هو سالب أربعة وبنحط القسم الرمزي مثل ما هو الآن 10 ناقص 4 اللي هي 6 نطرح والإشارة الأكبر اللي هي 10 موجبة إذن ناتج موجب ومنضع القسم الرمزي كما هو في فرحها في عنا 3 خدود جبرية 6 سين تكعيب عنواو القسم الرمزي سالب 5 سين تكعيب عنواو زائد سين تكعيب عنواو بقدر أجمع قيمة المعاملات لإلها كلها مرة واحدة أو بشتغل على حدين بعدين بضم لهم الحد الجبري الثالث بما إنهم جميع الحدود الجبرية متشابهة الآن خلينا نشتغل عليهم مرة واحدة 6 ناقص 5 وهنا المعامل 1 بما إنه مش موجود والقسم الرمزي لهم كلياتهم سين تكعيب عنواو لحظوا إنه أنا هنا قدرت أجمع الثلاث حدود جبرية لأنه هدول الثلاث حدود لهم نفس القسم الرمزي 6 ناقص 5 1 بالإضافة للواحد بساوي 1 2 عفوا 6 ناقص 5 1 زائد 1 2 سين تكعيب عين واو هاي هي الإجابة النهائية ونرجع بنحكي إنه بنقدر نجمع هدول الحدين الجبريين لحال بطلع عنا 1 سين تكعيب عين واو منضف له كمان 1 سين تكعيب عين واو بطلع عنا الناتج 2 لأنه إحنا بنعرف إنه الجميع عملية تجميعية الفرع الأخير في السؤال 5 سين صاد القسم الرمزي سين صاد ناقص 3 سين صاد القسم الرمزي سين صاد زائد 2 هاي اللام لاحظوا هون في عنا حد جبري مختلف هذا ما بقدر أضمه وأجمعه مثل ما كان بالفرع السابق هنا بيضلوا هذا الفرع لحاله ما بيضيفه على أي حد جبري لأنه ما إلو نفس القسم الرمزي وإحنا أخذنا إنه فقط نجمع قيمة المعامل للحدود الجبرية المتشابهة فقط الناتج عندي بجمع 5 ناقص 3 ذهنيا 5 ناقص 3 هي 2 بحط القسم الرمزي سين صاد طب الحد هات شو أعمل فيه نضعه كما هو وهي الناتج النهائي لهذا الفرع كيف؟ أنا جمعت هدول الحدين لأنه إلهم نفس القسم الرمزي لكن هذا الحد وضعته كما هو الآن نشوف حل السؤال الثالث السؤال الثالث بحكيلي اجمع كل حدين جبريين متجاورين في كل مما يأتي واكتب الناتج داخل المستطيل الذي يعلوهما بما إنه طالب مني أوجد الناتج داخل أكتب الناتج داخل المستطيل الذي يعلوهما إذن أنا رح أبدأ من القاع وأطلع للقمة في هذا الشكل اللي يعني مثل الهرم الآن منلاحظ هون تمانية سين ثلاثة سين لاحظوا إنه الحدود الجبرية داخل هذا الهرم كامل هتكون سين سين كل النواتج رح تكون سين لأنه أنا أصلا ما بقدر أجمع زي ما هو طالب مني إلا إذا كانت نفس القسم الرمزي هنا معطيني النتيجة تمانية سين زائد ثلاثة سين احدى عشر ليه؟ لأنه جمعهم كما هو طالب تمانية زائد ثلاثة احدى عشر وضعنا القسم الرمزي كما هو الآن المتبقي عندي هذا المستطيل بوجده من ناتج اللي تحته لأنه حكي لي الناتج أكتبه بالمستطيل اللي فوق الآن سالب تينين سين زائد ثمانية سين بجمعهم هدول وبكتب الناتج فوقيهم سالب تينين زائد ثمانية لإشارات مختلفة نطرح ونضع إشارة العدد الأكبر العدد اللي كبير اللي هو ثمانية يعني الناتج رح يكون عندي بالموجب تمانية ناقص ثنين ستة والقسم الرمزي لهما هو سين بكمل بدي أطلع له قمة الهرم ستة سين زائد 11 سين بجمعهم عشان أوضع الناتج في القمة ستة زائد 11 17 بحط الناتج القسم الرمزي سين لأنه الحدين الجبريين هدول قسمهم الرمزي سين هيك الفرع الأول بيكون انتهى فرع با بقول لي بالاعتماد على القاعد السابقة في فرع ألف يعني اللي اشتغلنا بفرع ألف رح نشتغله بفرع واحد واثنين اللي موجودين بفرع با اكتب الحد الجبري المناسب في الفراغ الآن ما أطيني هون 90 تربيع في القاع في فراغ و3 سين تربيع وهون فوق 90 تربيع في 13 سين تربيع الآن هاي 13 سين تربيع من وين اجت اجت من ناتج جمع هذا الفراغ معي 9 سين تربيع طلعنا 13 سين تربيع طب كيف بقدر أعرفهم عشان تعرفهم اعمل العملية العكسية للجمع اطرح 13 ناقص 9 بغطينا هذا الناتج اذا انا بطرح 13 سين تربيع عشان نعرف هذا المستطيل ناقص 9 سين تربيع لاحظوا القسم الرمزي هنا في هذا الهرام سين تربيع اذا النواة الجميع ها رح يكون لها نفس القسم الرمزي اللي هو سين تربيع 13 ناقص 9 اللي هو عبارة عن 4 سين تربيع اذا هون فعليا 4 سين تربيع خلينا نتأكد 9 سين تربيع زائد 4 سين تربيع قد 9 زائد 4 13 ونحط القسم الرمزي اذا حلنا 100% صحيح الان نشوف 4 سين تربيع بنكمل على نفس الخطة اللي كنا ماشيين عليها بفرع 4 سين تربيع زائد 3 سين تربيع بجمع عشان اوضع الناتج في المستطيل الذي يعلوهما 4 زائد 3 سبعة جمعت قيمة المعامل بعدين بحط القسم الرمزي نفسه اللي هو سين تربيع بدنا نعرف الآن القمة 13 سين تربيع زائد 7 سين بجمع ايضا عشان اعرف المستطيل الذي يعلوهما نجمع قيمة المعاملات 13 زائد 27 20 وبنحط القسم الرمزي نفسه 20 سين تربيع هذا هو الناتج النهائي اللي موجود في القمة الآن بالفرع الثاني معطيني هون 9 عين لام ويعلوها 4 عين لام الآن هذا 4 عين لام نتج من نتج جمع الفراغ اللي هون بعطينا 4 عين لام كيف بدي اعرف الناتج مثل ما عملنا بالفرع السابق بنطرح 4 عين لام بنطرح منها التسعة ونشوف شو العدد الآن لو يجينا هون عشان نعرف هذا المستطيل 4 عين لام ناقص 9 عين لام شو الناتج الآن 4 ناقص 9 نطرح والإشارة إشارة الأكبر 4 هاي يعني كأنها هيك 4 ناقص 9 عين لام الآن 4 ناقص 9 العددين إشاراتهم مختلفة نطرح والإشارة إشارة الأكبر اللي هو 9 إشارتها سالب إذن ناتج بالسالب 9 ناقص 4 5 ونفس القسم الرمز اللي هو عين لا لاحظوا تحققوا من الحل 9 ناقص 5 هل هو 4 أفعليا 9 زائد سالب 5 4 لأنه بنطرح والإشارة إشارة الأكبر وهيك بيكون عنا حل هذا الفرع الآن لو إجينا نعرف قيمة هذا المستطيل ما رح نقدر لأنه إحنا بحاجة نعرف الذي يعلوه عشان نعرف لازم يكون عنا قيمة يعني قيمتين معروفات وحدة مجهولة لكن هون في عنا التنتين هدول مجهولات فما منقدر نعرف بنستعين بإيش بالمستطيل اللي فوقه الآن هذا المستطيل زائد 4 عين لام بغطينا 2 عين لام الآن كيف بدي أعرف قيمته بنفس الطريقة بإني أعمل العملية العكسية للجمع اللي يطرح يعني عشان أعرف قيمة هذا المستطيل بطرح 2 عين لام ناقص 4 عين لام الآن 2 ناقص 4 سالب 2 دي لأنه بنطرح والإشارة إشارة الأكبر إذن سالب 2 عين لام اتأكدوا من الحل 4 زائد سالب 2 2 وبنحط القسم الرمزي عين لام الآن برجع للمستطيل اللي تحته في عنا هون سالب 5 عين لام زائد هذا المستطيل بغطينا سالب 2 عين لام كيف بدي أعرفه زي ما حكينا بنعمل العملية العكسية للجمع اللي يطرح يعني بطرح سالب 2 عين لام ناقص سالب 5 عين لام وإحنا بنعرف إذا التقوا سالبين باتحدوا مع بعض وبصيروا موجب فبصير في عنا سالب 2 عين لام زائد 5 عين لام إشارات مختلفة نطرح والإشارة إشارة الأكبر 5 ناقص 2 ثلاثة والإشارة اللي كبير موجبة إذن ثلاثة بنضع القسم الرمزي نفسه عين لام وهيك بنكون أن هنا حل تمارين ومسائل اللي متعلقة بالدرس يعطيكم ألف عافية ودمتم سالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر